بسم الله الرحمن الرحيم عزائي تلميذ وتلميذات الصف الرابع الاتبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اليوم معكم درس من دروس اللغة العربية من دروس النحو ألا وهو درس أسماء الإشارة ثم هي أسماء الإشارة أسماء الإشارة هي تلك الكلمات التي نستخدمها للإشارة إلى الأشياء وهي هذا هذه هذان هاتان هؤلاء مرة أخرى قولوا معي هذا هذه هذان هاتان هؤلاء فكيف نستخدم أسماء الإشارة هذه اسم الإشارة هذا نستخدمه دائما معه أو للإشارة إلى المفرد المذكر وكلمة المفرد هذه تدل على الواحد فقط الواحد فقط فلا تدل على الاثنين أو أكثر من الاثنين فمثلا كلمة قلم قلم واحد فلا يدل على اثنين ولا يدل على أكثر من اثنين فإذا فهي مدامة دلت على واحد فقط فهي مفرد المفرد المذكر وجلمة المذكر هي ما دلت على المذكر أي لا تدل على المعنف أنثلة هذا درس سهل هذا شارع نظيف هذا الولد مجتهد هذا اللاعب نشيط هذا قلم هذا علم هذا كتاب هذا أسد فكل هذه الكلمات درس وشارع والولد واللاعب وقلم وعلم وكتاب وأسد كل هذه الكلمات اندلت فإنما تدل على المفرد المذكر وبالتالي فإننا نشير إليها باسم الإشارة هذا لأنها تدل على المفرد وتدل على المذكر اسم الإشارة هذه كلمة هذه أو اسم الإشارة هذه نستخدمها مع المفردة المعنفة وكلمة المفردة هي ما دلت على الواحدة فقط فلا تدل على الإثنتين ولا تدل على ما هو أكثر من الإثنتين وكلمة المؤنثة أي أنها تدل على المؤنث ولا تدل على المذكر أي أن الكلمة إن أن يكون في آخرها تاء مربوطة وإن أنها تدل على المؤنث كاسم من أسماء الإنسان أنفلة هذه التلميذة فكلمة التلميذة هذه تدل على أنها تلميذة واحدة فقط وتدل على أنها مؤنث وبالتالي فنستخدم مع اسم الإشارة هذه أنفلة أخرى هذه المدرسة قريبة هذه كرة جديدة هذه قصة هذه حديقة هذه بنت فهذه الكلمات التلميذة المدرسة كرة قصة حديقة بنت كل هذه الكلمات تدل على أنها مفرد وتدل على أنها مؤنث وبالتالي فلابد أن نشير إليها باسم الإشارة هذه اسم الإشارة هذان كيف نستخدم أو متى نستخدم اسم الإشارة هذان أنه يستخدم مع المثنى المذكر والمثنى هو ما دل على اثنين لا يدل على واحد فقط ولا يدل على أكثر من اثنين وإنما يدل على اثنين فقط ويدل على المذكر يقولنا أن المذكر هو ما دل على المذكر ولا يدل على المثنى على المؤنث عن سلة هذان الولدان مجتهدان هذان اللاعبان نشيطان هذان درسان سهلان هذان شارعان نظيفان هذان قلنا هذان علمان هذان كتابان هذان اسدان فكل هذه الكلمات أيها التلاميذ الأحباب كلمة الولدان وكلمة اللاعبان وكلمة درسان وكلمة شارعان وكلمة قلمان وعلمان وكتابان وأسدان إن دلت فإنما تدل على المثنى وإن دلت أيضا فإنما تدل على المذكر إذن فهي مثنى مذكر فلابد أن نشير إليها باسم الإشارة هذان إذن فإسم الإشارة هذان أيها الأحباب ممتاز إن أسمعك لا يستخدم إلا مع الكلمة التي تدل على المثنى المذكر إسم الإشارة هذان نلاحظ أن كلمة هذان هي الكلمة الوحيدة في أسماء الإشارة التي يأتي فيها ألف بعد الها هذان أما كلمة هذان وكلمة هذه وكلمة هذا وهؤلاء فليس هناك ألف بعد الها هذه ملحوظة جيدة لابد أن ننتبه إليها أيها الأحباب كلمة هذان تستخدم للإشارة إلى المثنى المؤنس واتفقنا معا أيها الأحباب أن كلمة المثنى أن كلمة المثنى تدل على إثنين أو إثنتين فهي لا تدل على واحد ولا تدل على أكثر من إثنين إنها تدل على إثنين فقط وكلمة المؤنس أي أن هذه الكلمة ليست مذكر ولا تدل على المذكر أنثلة هاتان التلميذتان مشتهدتان هاتان المدرستان قريبتان هاتان كرتان جديدتان هاتان قصتان هاتان حديقتان هاتان بنتان فكل هذه الكلمات أيها الأحباب التلميذتان المدرستان كرتان قصتان حديقتان بنتان كل هذه الكلمات اندلت فإنما تدل على المثنى المؤنس وبالتالي فإننا لا نستخدم معها ولا يصح أن نستخدم معها إلا اسم الإشارة هاتان اسم الإشارة هؤلاء وهذا لا يستخدم إلا مع الجمع بنعي وكلمة جمع بمعنى أنها تدل على أكثر من إثنين أو إثنتين فلا تدل على الواحد ولا تدل على الإثنين وإنما تدل على الجمع وكلمة بنوعية معنى أنها تدل على المذكر والمؤنس فإذا كان جمعا مذكرا فإذا كان جمعا مذكرا فإننا نستخدم معه هؤلاء وإذا كان جمعا مؤنسا فإننا نستخدم معه هؤلاء أمثلة هؤلاء التلاميذ مشيطات هؤلاء التلميذات مشيطات هؤلاء الفتيات مخلصات هؤلاء المعلمون مجتهدون هؤلاء التلاميذ ناجحون فهذه كل هذه الكلمات التنميذات الفتيات المعلمون التلاميذ إن دلت فإننا تدل على أنها جمع سواء كان جمعا مذكرا وسواء كان جمعا مؤنثا فإننا نستخدم معهم اسم الإشارة هؤلاء هناك ملحوظة هامة أيها الأحباب أيها التلاميذ وأن هذه الملحوظة إذا كانت الكلمة الجمع جمعا تكسير ودلت على غير العقل فإننا نستخدم معها اسم الإشارة هذه ولا صح أن نستخدم معها اسم الإشارة هؤلاء لماذا؟ لأن كلمة هؤلاء تدل على الجمع العقل سواء كان مذكرا أو معنث أما كلمة هذه اسم الإشارة هذه فيستخدم مع الجمع غير العقل مثلا كلمة الفصول هذه الفصول نظيفة هذه المدالس قريبة هذه الكتب مفيدة هذه القصص مفيرة هذه الأقلام جديدة هذه الدروس سهلة كلمة الفصول كلمة المدارس كلمة الكتب القصص الأقلام الدروس كل هذه الكلمات تدل على أن هذه الكلمات جمع غير عقل فكلمة الفصول ليس لها عقل لا تفكر كلمة المدارس كلمة الكتب ليست لها عقل لا تفكر وبالتالي فإننا نستخدم معها اسم الإشارة هذه ولا يصح أن نستخدم مع اسم الإشارة هؤلاء لأن اسم الإشارة هؤلاء يستخدم مع الجمع العاقل بنوعي خلاصة الدرس أيها التلاميذ أسماء الإشارة إما أن تكون هذا منتاز وهذا تستخدم للمفرد المذكر هذا ولد إما أن تكون هذه وهذه تستخدم للمفرد المؤنسة هذه بنت منتاز هذان وتستخدم للمفرد المذكر هذان ولدان هاتان وتستخدم للمثنى المؤنث هاتان بنتان هؤلاء وتستخدم للجمع بنوعين هؤلاء معلمات وهؤلاء معلمون سيكون جمعا مذكرا أو جمعا مؤنسا أن الجمع غير العاقل فإننا نستخدم معه اسم الإشارة هذه لأن هؤلاء لا تصلح إلا مع الجمع العاقل أيها الأحباب كيف يأتي السؤال في الاختبارات في هذا الدرس قد يأكل مني السؤال أن أكمل بإسم إشارة مناسب منا بين القوصين مع التلميذتان متفوقتان هذا أنهتان أنهذان إذا نمرنا إلى كلمة تلميذتان منتاز منتاز نجد أنها تدل على المثنى المؤنس المثنى اثنين تلميذتان ليست تلميذة واحدة وليست أكثر من اثنتين إذن فهم تلميذتان فقط وبالتالي فإن اسم الإشارة الذي يصلح هنا معه هذا منتاز منتاز لا لا ليس هذا منتاز إني أسمعك اسم الإشارة الذي يصلح معه هاتان منتاز منتاز إني أسمعك جملة أخرى نوع المتسابق مشيط هذه أم هذا أم هذا ننظر إلى كلمة المتسابق نجد أنه يدل على منتاز المفرد المذكر وبالتالي فإن اسم الإشارة الذي يجب أن يستخدم معه هو كلمة هذا الجملة التالية الدرسان سهلان نقط الدرسان سهلان هذان أم هؤلاء هاتان هنا إذا نظرنا إلى كلمة الدرسان نجد أنها تدل على المثنى المذكر منتاز المثنى المذكر وبالتالي فإن اسم الإشارة الذي يصلح معها نعم منتاز منتاز إني أسمعك هذان هذان الدرسان سهلان جملة أخرى نقط المعلمون مخلصون فنظرنا إلى كلمة المعلمون منتاز جمع مذكر عاقل وبالتالي فإننا نستخدم مع اسم الإشارة منتاز منتاز هؤلاء هؤلاء إلى هنا أيها الأحباب نأتي إلى نهاية درسنا اليوم أيها الأحباب أيها الأحباب تلميذ الصف الرابع مع نفها نتعلم ببساطة من وضوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته